اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية بينما يستمر الغموض بشأن ملف الانتخابات الليبية اعلن عدد من اعضاء اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد البيبة لاعداد قانون الانتخابات استقالتهم من مناصبهم الاعضاء المستقلون اكدوا عدم جدية الحكومة في اجراء الانتخابات واعادة الشرعية للليبيين فضلا عن تمسكها بالبقاء في السلطة اما عبد الحميد البيبة فقد ادى استعداد حكومته لدعم وتنفيذ الانتخابات حال توفر قوانين انتخابية توافقية في الوقت الذي تتعالى فيه لتهمات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة بعدم رغبته في تنظيم انتخابات جاءت استقالة عدد من اعضاء لجنته المكلفة باعداد قانون الانتخابات لتزيد الضغوط على البيبة لعله يتخلى عن السلطة فالمستقلون اكدوا عدم جدية الحكومة في اجراء الانتخابات واعادة الشرعية للليبيين مشددين على استمرار ترد الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووصولها الى نقطة بات تشكل خطرا كبيرا على وحدة ليبيا غير ان البيبة ابدى استعداد حكومته لدعم وتنفيذ الانتخابات حال توفر قوانين انتخابية توافقية كما اشار الى وجود فرصة تاريخية لازاحة الاجسام السياسية الحالية عبر الانتخابات ومعربا عن استعداد حكومته للانسحاب حال التوافق على اجراء انتخابات حقيقية وجدية مؤكدا على اهمية دور الاحزاب وافتقاد وجودها في مجلس النواب الحالية وعقب هذه التصرحات عقدت بيبة جلسة افتراضية مع مبعوث الولايات المتحدة الامريكية وسفيرها لدى ليبيا اكد خلالها عدم السماح لاي طرف بعرقلة الانتخابات مشددا على ان اي تغيير يجب ان يتم بطرق سلمية وقانونية وليس باستخدام قوة السلاح وفرض الامر الواقع السفارة الامريكية من جهتها قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر ان السفير الامريكي شجعت بيبة على العمل بشكل بناء مع جميع اصحاب المصلحة الليبيين لاجراء الانتخابات ودعم الجهود المبذولة لحماية عائدات النفط وتوخي الشفافية في انفاقها لصالح الشعب الليبي وتشهد ليبيا هذه الايام حركا سياسيا مكثفا بدأ من القاهرة وتفاهمات بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية وكذلك في اسبانيا عبر محاولات اعادة تفعيل عمل لجنة العسكرية المجمدة خمسة زائد خمسة ينضم الينا ضيفان من العاصمة القاهرة محمد السلاك المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي ومن بنغازي الدكتور يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية أبدأ معك أولا سيد سلاك في القاهرة ما دلالة استقال التعدد من أعضاء اللجنة التي شكلها عبد الحميد ببيبة بنفسه لإعداد قانون لانتخابات مساء الخير تحية طيبة لحضرتك ولضيفك الكريم من بنغازي دكتور يوسف كما تفضلت حضرتك هو من قام باختيار هذه اللجنة وفي النهاية قدم أربعة من أعضاء اللجنة استقالة جماعية وأصدروا بيان لا بد من التوقف الكثير مما جاء في هذا البيان استشعارهم لأن الحكومة تماطل في مسألة الانتخابات وهي غير جادة في مساعيها الرامية إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية أو حتى برلمانية فقط الحديث عن وصول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى مرحلة شديدة الخطورة على نحو يهدد وحدة البلاد والشعب الليبي هذه كلمات لا بد من الوقوف عندها ونطلب من أعضاء اللجنة الذين قدموا هذه الاستقالة أن يوضحوا لنا جميعا للشعب الليبي أكثر نحتاج إلى تفاصيل أكثر ما الذي دفع أعضاء اللجنة إلى الحديث عن تهديد لوحدة البلاد وما هي أسباب استشعارهم لعدم جدية الحكومة في عقد الانتخابات لا بد من الحديث بمزيد من التفاصيل خاصة أن حديث السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم يعني غير مفهوم فيما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية وهو تحدث عن أن الحكومة منذ اليوم الأول عملت على دعم الانتخابات وأن دورها فقط يقتصر على التأمين هو تقديم الدعم المالي جيد قدمت الدعم المالي بالفعل ولكن فيما يتعلق بالتأمين نستطيع أن نستحضر معا يوم 25 نوفمبر خرج المفتي المبعد من البرلمان وتحدث عن ضرورة إصدار من سماهم بالثوار بيانا مصحوبا بقعقعة السلاح ومنع الانتخابات في 8 ديسمبر تحركت مجموعة وحاصرت المفوضية الوطنية العلية للانتخابات وصدرت بعض التصريحات من أحد المسؤولين في المفوضية يقول بأن الوضع خطير وأن المفوضية تفكر في تعليق العمل بها حتى أن رئيس أو سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خسي أنتونيو أصدر بيان يعرب عن قلقه الشديد نتيجة الوضع في محيط المفوضية ويقول بأن الوضع خطير إلى درجة أنه يهدد أمن مدني يعني هناك جملة من الأحداث ليست بعيدة نستطيع استحضارها بمنتاز سولة توحي وبأن الحكومة لم تكن جادة لا في السابق ولا الآن في إجراء العملية الانتخابية تحدث السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن انتخابات في يونيو نحن على أعتاب يونيو لم يحدث شيء يتحدث اليوم عن مقترح هو في البداية قال سنصدر جملة من القوانين والتشريعات ثم قال نحن فقط سنصدر مقترحات على أن يبحثها الجسم التشريعي وهذا لم يكن الحديث فيه السابق وهذا أيضا قفز باستسهال اللافت على المسار الدستوري المنعقد في القاهرة بمعية المجلس النواب ومجلس الدولة وهو مصار معترف به دوليا ومستطاع إحراز تقدم وهما الجسمان المعنيان بهكذا تفاهمات وفقا للإعلان الدستوري المؤقت والانتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والمكمل له في جنيف طيب ابقى معنا سيد سلك نذهب إلى بنغازي دكتور الفارسي في بنغازي بنفسه شكل دبيبا هذه اللجنة وإليه أيضا قدم بعض من أعضائها استقالاتهم ما الذي يفهم من ذلك؟ نور أستاذنا الكريم تحية لك ولعظيفك كريم أستاذ محمد السلاك وكذا كأستاذ مشادي الكرام في الحقيقة نحن نفهم من هذا الموضوع أن نعرف أن حكومة دبيبا هي حكومة منتهية الولاية وهي غير شرعية في الأساس رغم تشكيلي لهذه اللجنة التي تعتبر هي أصلا غير شرعية في الحقيقة ولكن محاولة الآن بعد يعني معرفة أن هذا الموضوع أصلا من البداية هو غير حقيقي وغير واضح خصوصا أن السيد دبيبا كان يتشدق علينا بمسألة الانتخابات لغرض إبقائي في السلطة لغرض تمديد لنفسي في سلطة أكثر فترة ممكنة وعليه هي هذه اللجنة أصلا تعرف مسبقا أن هذا السيد دبيبا غير شرعي وهو أصلا غير صادق في هذه الانتخابات ولكن الغرض من هذا التقديم الاستقال الآن هم يعرفون مسبقا أن السيد دبيبا منتهي وكذلك أنهم الآن حاولوا يقفزوا من الغارب الذي يغرق بالسيد دبيبا خصوصا بعد التوافقات والتقدمات المبدئية الذي حقتها اللجنة المكلفة من مجلس النواب واللجنة الشاري الذي كانت متواجدة في القائرة وحقت نجاحات وتقدمات كبيرة على مستوى إنجاز مجمل المواد التي كانت خلافية ومن ضمنها 140 مادة والذي حقت توافق كبير حول مجلس التواصل لقاعدة السورية حقية في الفترة المقبلة هذا ما دعا هذه اللجنة إلى تقديم استقالتها لمحاولة القفز من هذا القارب وكذلك محاولة تنميع صورتها أمام الرأي العام لأنها تعتبر هذه اللجان هي اللجان حقيقة نفعية في الأساس طيب دكتور الفارسي أنت فتحت لنا هنا زاوية جيدة للنقاش هنا مع ضيفنا في القاهرة سيد محمد السلاك سيد السلاك كما تبعت دكتور الفارسي يقول بأن عددا من أعضاء هذه اللجنة حاول أن يقفز من السفينة التي تغرق بعبد الحميد إدبيبة وتحسين صورتهم أمام الرأي العام في ليبيا بالتالي هل يمكن أن نشهد قفزات مماثلة مثل تلك التي شاهدناها أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور يوسف بالفعل يبدو بأن اقترابهم من المطبق السياسي المحيط بسيد عبد الحميد إدبيبة وما جرى في الكواليس أدى إلى أن تضحت صورة ما بالنسبة إليهم ولذلك قلنا بأن عليهم أن يوضحوا أكثر ما الذي جرى وما الذي دفعهم إلى اتخاذ هكذا إجراء خاصة أن البيان مقتضب ولا يتطرق إلى تفاصيل وبالتالي بالفعل ربما طلعوا على أشياء أشياء أدت إلى أن اتخذوا هذا القرار وكذلك حدث بالفعل أن هناك عدد كبير من الوزراء قدموا استقالاتهم في فترة ما وابتعدوا عن حكومة الوحدة الوطنية وكانت استقالات متتالية ومع ذلك لازالت الحكومة متمترسة في السلطة وتصر على الاستمرار إلى حين إجراء انتخابات برلمانية بحسب ما تفضل به سيد رئيس حكومة الوحدة وهذا ينطوي على خلل كبير في تقديري لأن الفراغ الحقيقي في ليبيا هو فراغ على المستوى الرئاسي لدينا فراغ فيما يتعلق بهرم السلطة بالسلطة التنفيذية العليا ليبيا عقد من الزمان بدون رئيس كان هناك المؤتمر الوطني وبرلمان ثم انتقلنا إلى البرلمان الحالي لم يكن هناك إشكالية أو فراغ فيما يتعلق بالسلطة التشريعية ولكن لدينا إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية العليا البلد بحاجة إلى رئيس منتخب بصلاحيات كاملة يستطيع أن يتعاطى مع الملفات المعقدة والشائكة حتى أن أحد هذه الملفات كان الحديث من قبل موسكو ومن قبل أنقرة بأن سحب المرتزقة يحتاج إلى التعامل مع سلطة دائمة سلطة منتخبة كانت هذه إحدى الحجج التي سيقت فيما يتعلق بقضية شائكة مثل المرتزقة والمقاتلين الأجانب ناهيك عن ملفات أخرى كثيرة لغاية تحتاج إلى سلطة تنفيذية رئيس ينتخبه الشعب عودة الشرعية للشعب هو من يختار من يمثله في رئاسة الدولة هذا بالنسبة للشعب الليبي ولكن السؤال لدكتور ألا فارسي في بنغازي دكتور ألا فارسي عبد الحميد تبيبا رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عقى ذلك أنه افتراضيا مع سفير الولايات المتحدة ومبعوثها في ليبيا هنا نسأل عن الموقف الأمريكي في حقيقة الموقف الأمريكي موقف يعني ضبابي نحن نلاحظ أن الموقف الأمريكي أنه يدعم مسأة انتخابات ويسعى إلى تفعيل هذه الانتخابات في الوقت الذي هو طبعا يجلس فيه مع جميع الأطراف الحقيقة الذي هي مساهمة في الانقسام السياسي والذي هي أصلا ترفض فكرة وجود الانتخابات بل هي تستخدمها شماعة من أجل الاستمرار في السلطة من أجل محاولة البقاء أكثر فترة ممكنة ولحظنا حقيقة محاولة المجتمع الدولي اللي بقاء على سيدة بيبة بطريقة غير مباشرة يعني التعامل مع سيدة بيبة ويعطاه حقيقة شرعية اللي هي غير مباشرة هذا يوحي أن هذا الطرف الدولي غير جاد أصلا حتى على مسأة السعيد الانتخابات وحتى على مسألة تحقيق الاستقرار بشكل أساسي خصوصا بعد الانقسام السياسي لحظنا التجاوز ما بين الجلوس مع السيد بشاغة وكذاك السيد بيبة ويبقى الأمر كما هو عليه لأن هذه الأطراف هي أصلا ذهبة إلى عدم الاستقرار وعدم إعطاء فرصة لهذه الأطراف إلى إيجاد التوافق بل المساعدة على إعادة تفعيل الصراع وإعادة تدوير للمشهد وكذاك حتى على مسألة تقدم الانتخابات هي غير جادة هذه الأطراف شكرا جزيلا لك ضيفنا من بنغازي الدكتور يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية الشكر موصول أيضا لضيفنا من العاصمة القاهرة محمد السلاك المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي دريني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة